مرحب بحضراتكم مرة تانية طب من الناس قبل ساعتين تقريباً أو ساعتين وشوية من مواجهة موضر المهمة جداً أعتقد أنه كل جماهي النادي الأهلي يعرف أن المطشاط اللي جاية كلها مهمة كلها صعبة مطشاط هيكون فيها منافسة قوية جداً على لقب البطولة وخصوصاً أنه حسابيان البطولة لم تحسن بعد أعتقد أنه كمان الراهان على تحقيق العلامة الكاملة قبل مباراة موضر مهمة جداً جداً أو قبل مباراة فيرمز إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مهمة جداً جداً عشان يدخل أهلي اللقاء باريحية أعرف منك كواليس الفريق تحضيراته القصة الخاصة بالمحاضرة الفنية قبل بداية المباراة طبعاً يا أحمد بضم صوت لصوتك مرحلة مهمة جداً كل مربط مهمة كل مربط تحظى بالاهتمام والتركيز التام من اللاعبين وده اللي منعكس على معسكر الأقامة هنا يعني كل الأجواء كلها تركيز حماس إصرار تصميم على تحقيق سلاس نقاط مواصل سلسلة الانتصارات طبعاً على طول بعد مباراة مراملز الفريق ضرب السبت خدر حد أجازاً بارح كان تضريب قوي جداً يا أحمد شارك فيه الحمد لله كل اللاعبين على طول اختتهم التمرين بتأسيم ممكن بأربع فرق من اللاعبين كان بتمتاز بالحماس والجدية من اللاعبين كل اللاعبين حرسين يا أحمد أن هم يكونوا موجودين في مباراة اليوم والمباراة القادمة كمان مرحلة مهمة جداً من عمر المسابقة إن شاء الله يكون الفريق موفق فيها ويكون الجهاز الفن موفق ونكمل سلسلة الانتصارات نوصل لقامة الدول العام وبإذن لها نحافظ على اللقاء بالعام التوالي والـ 44 في تاريخ النادي الأهلي كل فريق على طول أحمد زي ما قلتاك بعد اختام المرامب الأمس دخل معسكر مقلق هنا في فندق الأقامة طبعاً كان فيه وجبة العشاء وبعد كده على طول اجتماع ما بين الجهاز الفني واللعبين للحديث على المباراة وتحفيز اللاعبين النهاردة بقى اليوم بدء بدر جداً في فندق الأقامة الفطار الساعة 11 الصبح كان فيه تأميرين خفيفة ساعة 12 داخل فندق الأقامة هنا من بعدها كان الغداء فيه تمام الخامسة مساء حالاً وانا معك في ذالوقتي زي ما نوهت يا زميل عايز أحمد يعني في انتظار الجهاز الفني واللعبين لدخول غرفة المحاضرات الخاصة هنا في فندق الأقامة بفريق النادي الأهلي اللي بتلقفها المحاضرات آخر بقى لمسات الفنية المستمرس الكولر كلام في الخطة التشكيل الاستراتيجية اللي هي لعب بيها إن شاء الله يكون موفق في اختلالة استراتيجية موفق في اختلالة التشكيل الأمثل وكمان اللي عبين إن شاء الله يكونوا موفقين داخل مستطيل أخضر ينفذوا تعاملات الجهاز الفني وبإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي وسلاسة نقاط مهمة جداً يا أحمد زي ما أنت بتتكلم قبل مبارات بنامز القادمة إن شاء الله فيما بعد مبارات الألمونيو في الكاز بإذن الله وبإذن الله نحافظ على سلسلة انتصارات قامة الفريق أحمد يمكن أبرز ملامحها بقى وعودة قهربة وبرس تاو مرة أخرى يمكن بيرس تاو بيغيب منظفات تطويلة زي ما كنا منتكلم يا أحمد من فترة من ساعة المشاركة الدولية مع منتخب جنوب أفريقيا لكن موجودين لتنين في قامة الفريق بالطبع طبعا غياب عمر السولية لإصابته بشد في السمانة من الدرجة الثانية أحمد عبدالقادر اللي إصابته بشد بجزء في الرباط الخارجي للرجبة وكمان عمر كمان عبدالواحد الحمد لله شارك في الميران مبارح ولكن طبعا اكتفى بميران استشفائي وعلاجي في الجيم وبإذن الله هيكون موجود في التدريبات الجامعية بعد ميران مدرن سبورت على طول زي ما قلت لك لحظات وهتبدأ المحاضرة الفنية من بعدها إن شاء الله هيبقى التحرك لاستاذ القاهرة سددا لبدء المباراة بإذن الله فيه تمام التسعة مساء دعواتك ودعوات كل جمهية النادي الأهلي يا أحمد إن شاء الله نشوف أداء كويس يمتع كل جمهية النادي الأهلي وبإذن الله كمان يبقى فوز سلاس نقاط غالية جدا أمام فريق صعب المراس زي ما نتكلم خاصة دفعيا بنتكلم في فريق داخل بس في طوال مباراة الدورة تقريبا في 24 مباراة العام لغد دلوقتي بنتكلم في 21 هدف فقط إن شاء الله النهاردة يكون هجوم النادي الأهلي موفى إن شاء الله نحرز أهداف ونحرز الفوز وبإذن الله نحتفل كلنا بعد المباراة سلاس نقاط غالية تقربنا خطوة إن شاء الله من اعتراض قمة مسابه الدورة العام وبإذن الله يحمد خطوة جديدة إن شاء الله نحو طولة الدورة وبإذن الله الجمهور النادي الأهلي يحتفل ونحتفل كلنا مع بعض عقب انتهاء المباراة بإذن الله إن شاء الله ونتمنى كمان يعني نراهن كمان على الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي كلها زي ما كانت الجماهير حقيقة قادرة أنها تصنع الفارق في مباراة بيراميدز نراهن على حضور الجماهيري النادي الأهلي ومسندتها في المباراة القادمة ونتمنى إن شاء الله المدرجات النهاردة تبقى مليانة في مباراة مودن بشكرك شكرا جزيلا نشوفنا يعني أنا شايف أول مرة نشوفها بصراحة نيولوك إمام عصور خليوني راحها بالحقيقة بضيفي عبدالقادر السعيدي اللي بيشرفني النهاردة وطبعا هنستقبله مع النقد الغياضي والمحل الفني محمد مصطفى يكونه ضيوفي في السادسة لكن بعد الفاصل